شيخ أبو عبد الله حول ساعة العصر يوم الجمعة بالنسبة لساعة العصر أو ساعة الإجابة في يوم الجمعة يوم الجمعة من اليوم العظيم والفضيلة وقد ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ساعة لا يقوم فيها عبد النساء الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة إلا استجيب له فاختلف أهل العلم في وقتها هل وقتها بعد الظهر أو بعد العصر أو بينهما فيه كلام أو فيه أقوال كثيرة فيها من الأقوال أنها عند صعود الإمام إلى المنبر وبعضهم ذكر أنها عندما ينتهي الإمام الخطبة الأولى السكتة بين الخطبتين وبعض العلماء قال تبدأ من بعد العصر إلى إلى غروب الشمس واختلف أهل العلم في كلمة ساعة هذا الساعة المقصد فيها هي الساعة ساعتنا أو أنه وقت أو أنه وقت طويل يعني عند الأولين وعند السلف أن الساعة نحن نقول ساعة أنها ستين دقيقة لكنهم لا الساعة يعني وقت طويل فأكثر أهل العلم أنهم من بعد العصر غالبا إلى غروب الشمس وهذا ليس إجماع وإنما قول أكثرية أنهم من بعد العصر إلى غروب الشمس لكن عمم ذكر الشيخ محمد بن عثيم رحمة الله عليه أن المسلم في يوم الجمعة عليها أن يجتهد في الدعاء من دخول الإمام أو من قبل دخول الإمام إلى غروب الشمس وكان كثير من السلف في هذا اليوم بالذات ما يخرجوا من المسجد يدخلون يعني يصلون الظهر في المسجد ولا يخرجون إلى المغرب قالوا لماذا؟ قالوا لأجل أن يدركون هذه الساعة لأنها مبهمة الساعة لو الساعة يعني معروف وقتها كان كل الناس تركوا كل الجمعة كل يوم الجمعة وجلسوا في هذا الوقت لكن لما صارت هذه الساعة مجهولة اجتهدوا وبدأ السلف يجسون من بعد بل بعضهم كما ذكر أحد العلماء المعاصرين ذكر من بعض السلف يجس من بعد الفجر ويصل الفجر ويجس في مجلسه ما يخرجوا لأدنى المغرب قالوا ليش؟ قالوا كل النهار ساعة إجابة يا سلام فما يخرجون أنا أذكر أحد المشايخ دكتور معاصر الآن من الحفظه من القراء سبحان الله وهو الإمام إمام الجامع يجلس يصل الفجر ويجلس ويجلس يقرأ القرآن إلى أن يختم القرآن مع دخول وقت الظهر يوم الجمعة الله يرزقه يوم الجمعة لأنه يحفظ القرآن هو الآن يحفظ القرآن يحفظه الله والحاضرين والمشاهدين يحفظ القرآن مثل اسمه فيجلس بعد الفجر ويقرأه حتى وقت الظهر لأنه لأن الأسبوع الكامل الأسبوع كامل كان يختم القرآن يوم الجمعة يختمه ختمة مستقلة يعني في الأسبوع ختمتين يوم الجمعة يستغل في العبادة فيوم الجمعة يعني نجعله العبادة ولذلك يعني كان بعض الناس يقول أن يوم الجمعة يوم كسل يوم ضيق يوم يعني يعني ما في حركة ما في عمل ما في شيء فيعتبد أنه يوم يعني ضيق ويوم أعوذ بالله بينما هو أفضل للأيام وخير وخير الأيام يوم الجمعة وفي ساعة عظيمة ولذلك يوم الجمعة لماذا ما يكون يوم عيد يوم فرح بعض الناس يوم الجمعة ينام من بعد الفجر يمكن بعضهم يصلي الجمعة وبعضهم ما يصلي الجمعة ويسحى بلال العصر يقول الله هذا اليوم يوم إجازة أبا جلس يقول يا أخي هذا يوم يا أخي هذا يوم عبادة هذا يوم عظيم هذا يوم فضيل يا أخي استغلوا في طاعة الله في ساعة إجابة نعم لو في دوام لو في عمل فعلا لو في عمل لو في عمل لضافي ما تركه كان داوم يعمل ولذلك بعض الناس اللي عندهم عمل يوم الجمعة يعمل بالجد واجتهاد إذا صار يوم ما عنده عمل في هذا اليوم يوم الجمعة نام نام كل الجمعة قال ليش والله يوم مستراحة يوم بعد الدوام تعبانين والله نقول له هذا هذا العمل هو العمل للآخرة عمل عظيم فنقول أن نقول أوصي نفسه وإياكم والمشاهدين أن نعمل في هذا اليوم أعمال غير الأعمال الأسبوع كاملة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا فأكثروا فيه من الصلاة عليه نكت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا هو لأنه يوم الجمعة يوم عظيم وفضيل وفضل هذا اليوم بأمور كثيرة جدا الصلاة الجمعة وقالة سلطة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عيد المسلمين فلماذا نحن اليوم يكون عندنا اليوم كسل بالعكس استغلوا في العبادة أجلس في المسجد بعد العصر إلى المغرب اذكر الله جل وعلا يا أخي يمكن تستغفر يمكن تقرأ آيات من القرآن يفتح الله جل وعلا لك بها فضله إلى يوم القيامة يمكن تستغفر يمكن تدعو الله جل وعلا يخي يدعو نفسك ولي أهلك ولي من تقول بيئك ولي من تحب في هذه الساعة قبل المغرب قلت والله أنا ما أقدر مشغول يخي قبل المغرب بربع ساعة عشر دقائق انعزل عن الناس إلى ذنى المغرب ودعو الله جل وعلا بما تحب أنا أعرف بعض الناس سبحان الله يوم الجمعة هذا عنده بعد العصر ما يكلم أحد يجلس إلى أن يؤذن المغرب دعاء وعبادة يعني كأنه في عرفة يا سلام يا سلام سبع انظر يعني بعض الناس سبحان الله كيف يستغل هذا اليوم من استغلال الوقت كأنك في عرفة ظهر فيها مثل يقول لا تبكي أبوك لا ما تبكي إلى عصر الجمعة فات إذا فات نعم إذا فات نعم يعني من معرفتهم في قيمة هذا الوقت يوم الجمعة وكذلك يعني أنه نذكر المشاهد هذه الساعات عظيمة ولو تدعمها كذلك حتى يستجاب الدعاء بصدق